اشتركوا في القناة الاقتصادي والاجتماعي والتقافي وغير ذلك خصوصاً وأن العالم اليوم لا يعرف فقط مخاطر التكنولوجيا وحسناتها ولكن يعرف أيضاً مخاطر الأوبئة والتحولات المناخية وندرة المياه التي تعتبر فيها النساء فاعلات بشكل كبير والشق الثاني من المشكلة التي يشغلنا كبرلمانيين وبرلمانيات هو تأمين الفضاء الرقمي بالنسبة للنساء وعودة إلى السؤال ماذا يمكن أن نفعل كبرلمانيين وبرلمانيات أقول ليس هناك حل سحري يكفي أن يقوم البرلمانيون والبرلمانيات بواجباتهم الدستورية أولاً مراقبة السياسات العمومية التي لا تدمج المساواة والترافع من أجل ذلك ثانياً تجويد الشريع في اتجاهين تجويد الشريع في مجال الردعي لكل من يتجاوز القانون وممارس العنف ضد النساء وتجويد الشريع من أجل الارتقاء بوجود النساء داخل القرار وتالتاً وأخيراً كل برلماني وبرلمانيات يربطه تعاقد مع مواطنين ومواطنات عليها أن يقوم بالأدوار التحسيسية في هذا المجال لأنه لا يمكن أن ننسى أن المشكلة التقافية عائق أيضاً يستحق منا كامل الاهتمام وشكراً